تراجعت وتيرة نمو قطع التأمينات خلال ثلاثي الأول من السنة الجارية بمعدل 10% انخفاض نرجعه المتتبعون للشأن الاقتصادي لتراجع عدد برامج المشاريع الجديدة وتذبد بسوق التأمينات وتذبد بسوق السيارات بفعل الأزمة الاقتصادية التي تضرب البلاد الأمر الذي ولد قلقا لدى الناشطين في مجال التأمينات فاصل ستة في سنة 2016 يعني من الناتش داخلي الخامل بيب لكن المشكلة اليوم أنه الثلاثي الأول من سنة 2017 كان هناك تراجع في النمو إلى نسبة ناقص 10% هذا رح يخلينا يعزباب منها تراجع سوق السيارات الأزمة الاقتصادية تراجع المشاريع الجديدة هذا رح يخلينا نكون يعني قالقين بالنسبة لسنة 2017 شعبة التأمين على السيارات تحتل الصدارة في التأمينات حيث تمثل 55% من مجموع أرقام أعمال سوق التأمينات الذي يمثل بدوره 123 مليار دينار العام الفارض تمثل 55% من مجموع رقم الأعمال في سنة 2016 لكن بالنسبة لتعويضات تمثل 65% من التعويضات يعني التأمين على ما يسمى على المصانع وبعدها على النقل وبعد الجيل التأمين تراجع وتيرة نمو قطاع التأمينات في الجزائر يستدعي ضرورة التسريح في الإصلاحات وإشراك الناشطين في المجال لتطوير القطاع من أجل رفع مساهمته في التنمية الاقتصادية